اشتركوا في القناة والمصرفي ورفضه بأحدث الممارسات والأدوات المالية القائمة على الابتكار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام جاء ذلك لدى لقاء معاليه السيدة زيب عسكر رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مملكة البحرين حيث أشاد معاليه بجهود الجمعية في تعزيز وتطوير القطاع وأداء الكوادر الوطنية العاملة عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات في مجال التحليل المالي والاستثمار إلى جانب تقديم التقارير حول أداء الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع المالي والمصرفي كما تم خلال اللقاء استعراض الخطط والبرامج التي تقدمها الجمعية ودورها في تطوير المخرجات المتخصصة في مجال التحليل المالي ترجمة نانسي قنقر